يهتم قادة الجانبين العربي والصيني اهتماماً بالغاً بتطوير منتدى التعاون الصيني العربي وحتى عام 2024 أصدر المنتدى 85 وثيقة ختمية من الأنواع المختلفة وأصبح أداة فعالة لإثراء مقومات علاقة الشراقة الاستراتيجية الصينية العربية على مدار أكثر من 20 عاماً حققت العلاقة الصينية العربية تطوراً كبيراً على كافة المستويات وتكللت بالاتفاق على تنظيم منتدى التعاون الصيني العربي الذي تأسس في 30 يناير من عام 2004 مثلت السنوات العشرين الماضية منذ تأسيس المنتدى الفترة الأكثر نشاطاً من حيث التبادلات رفيعة المستوى بين الجانبين الصيني والعربي حيث يهتم قادة الجانبين العربي والصيني اهتماماً بالغاً بتطوير المنتدى وبنائه ويرسمون الخطوط العريضة ويحددون الاتجاه لسبل الارتقاء بمستوى العلاقات والتعاون الجماعي بين الجانبين وحتى عام 2024 أصدر المنتدى 85 وثيقة ختمية من الأنواع المختلفة وأصبح أداة فعالة لإثراء مقاومات علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية والدفع بالتعاون العملي بين الصين ودول العربية كما أصبح منصة مهمة للحوار على قدم المساوى وتدعيم التعاون العملي بين الجانبين وقدم مساهمات بارزة في تعزيز العلاقات الصينية العربية يأتي نأقد الدورة العاشرة للاجتماع الوزري لمنتدى تعاون الصيني العربي بالتزامن مع استعداد الجانب الصيني للعمل مع الجانب العربي على موصلة تكريس روح الصداقة الصينية العربية وبناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية لسنوات عديدة متتالية وارتفع حجم التبادل التجاري بين صين ودول العربية من 36.7 مليار دولار أمريكي في عام 2004 إلى 398.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023 بزيادة تقدر بعشرة أضعف وعلى صعيد التعاون بين القاهرة وبكين توجد أكثر من 2418 شركة صينية تستثمر أموالها في مصر بحجم رأس مال مصدر 1.1 مليار دولار ويتركز نسبة 47% من نشاط تلك الشركات في النشاط الصناعي في مجالات الفايبرجلاس والأجهزة المنزلية والمنسوجات والصناعات الغذائية والأعلاف الحيوانية وتدعم مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين في عام 2013 زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وفي هذا الصدد خططت مصر للارتقاء بمستوى البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات كما تعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة محورية في إطار هذه المبادرة بما يعزز فرص الاستثمار للشركات الصينية داخل مصر كما تعد بوابة لنفاذ الاستثمارات الصينية إلى العديد من دول العالم عبر موانيها الستة ترجمة نانسي قنقر